موسيقى غمض آنك ويمشي بخفة ودلعة الدنيا هي الشابة وانت الجادة تشوف رشاقة خطويتك تعبودك لكن انت لو بصت لرجليك تقع وعجب واحلى يوم ده ونلاقيه النهاردة يوم كل مفاجئات قبل اي حاجة لازم نقول للاخواتنا الأجباط كل سنة وانتوا بصحة وسلام وكمان نقول لأمة الإسلامية كل سنة وانطيبين نسبة 2020 النهاردة برنامج جديد عن الشعر هنبصله نظرة مختلفة شوية نظرة جديدة جدا اسمه برنامج سيكتو فنجان يلا كل واحد فينا هيشوف البرنامج يزبط أحواته بالمزبوط ونشوف البرنامج بعد الفاصل سيكتو فنجان ده اسم برنامجنا اللي بيقدمه الشعر الجميل المتقلق دايما أحمد رفاعي أحمد رفاعي أو أحمد فتحي عبد الفتاح شعر عمية سكندري درسة في كلية الحقوق جامعة الإسكندرية هو ابن الشعر السكندري فتحي رفاعي أحمد رفاعي من موليد حاري الورديان محافظة الإسكندرية نشأ في جو ثقافي لما كان بيحضر مع والده ندوات الثقافية الشعرية المختلفة بدأ درسته في كلية الحقوق وابتدى يتقدم بين زملائه في موهبة الشعر وابتدى يدخل أكتر من مسابقة لحد ما خد مركز أول على مستوى الجامعات عام 2014 وفي نفس العام حصل على مركز أول في مستوى جامعة الإسكندرية في مصابقة قامتها كلية الأداب ولقب حينها بشاعر الجامعة ثم بدأ حراقه الفني من ساعتها وابتدى أنه يتطور في شغله لحد ما وصل أنه يكرم أو يكرم من نقابة المهن الموسيقية أهلا بك يا أحمد رفايل نورتنا النهاردة مزيحيين مصر كلها طيبة المسيحيين مصر وأجباط العالم كله طيبين وحلو قوي أن المزعين يكونوا صحابك يبقوا عارفين عندك التكات بتاعتك والنقطة الخفية عن الناس هم يبقوا عارفينها فأنا مبسوط جدا أن اسم البرنامج اسم الديوان الديوان سيكيتو فنجان هو اسم برنامجنا فده حاجة تبسطني وحاجة تفرحني جدا وبشكر قناة الصحة وجمال جدا سيد مصطفى وحضراتكم والناس اللي اتعرفت عليها وتلقصت العمل كله وناس بتشقى وبتتعب عشان تطلع حاجة كويسة وده يسكر لهم وفي السيفي بتاعهم واتمنى أن الحلقة تعجب الناس وتمنى أن احنا نقرارها مرة واتنين طبعا ياحمد احنا هنتكلم على سيكيتو فنجان نتكلم عن سيكيتو فنجان عايزين بس نعرف الأول مشاهدين في كلام يعني ايه سيكيتو فنجان عشان الناس كشير جدا ياحمد مش عارفة يعني ايه كلمات سيكيتو فنجان وهو أن القهوة تكون سادة ده مستقفة كان داري اه ان الناس بقى بتبقى مبسوطة قوي وهي بتشرب القهوة سادة يعني في اسكندرية هما بيقولوا كده فعايزين بقى ناخد الفكرة من احمد جات له ازاي وإيه اللي حصل معاه وازاي يعني تطورت الشعر عندك الفكرة ان هي توصل للمرحلة دي انا حد بشرب قهوة كتير او كيف قهوة معنا ده يوميا اجود انواع التركيز في القهوة اللي ما تحط له السكر تماما تمام اول ما تحطي معلقة سكر او طرف السكر تمام نسبة التركيز بتقل في القهوة انت تشرب قهوة عشان تركز عشان تمخمخ عشان تكتب عشان خاضر تطلع شغل لك عشان خاضر فاحسن انواع التركيز في القهوة إلي سكيتو كلمة سكيتو كلمة سكندراني فعلا انا ما عرفش في المحافظات التانية بيقولوا ايه بس بيقولوا سادة خلينا كمان نلاكس في حاجة ان احمد مش بيكتب شعري بس ده هو احمد كتب اغاني كتير جدا والا اغاني الناس فعلا نزلت على اليوتيوب نزلت على القناة المصرية برضو يعني يا جماعة احمد مش مش شعر بس احمد بيكتب اغاني كويسة جدا بقولك بقى يا احمد قلنا فكرة سكتة فنجان اذا انت قدرت تتوظف ان انت تعمل مهبتك الشعرية بدل ما هي دوان مقروق لا يبقى مرئي ومسموع ومتشاف كمان للناس جاتلك منين الفكرة دي الفكرة ان اغلب الناس بتحاول الاختصار فكرة ان هما يعودوا قدام دوان ده بيحصل في شعر كتير اوي بتعمل دووين والدووين نكحة بس ما شفناش مثلا دوان حالة واطس ما شفناش دوان موجود على التلفونات بتاعة الناس بيسمعوه فكرة الفيديو مختصرة لحاجات كتير اوي انا ممكن اكتب قصيدة اربع خمس ورقات ممكن تاخد ست دقايي قرية وممكن اعمل فيديو تلاتين ثانية يلخص كل ده فالملخص ان سكيتو فنجان هو دوان مصور وليس مقروق تأليفي واتمنى من الله سبحانه وتعالى ان انا اقدر اكمله للنهاية لانه هو سلسلة تلاتين قصيدة احمد ما خفتش معلش اقطعك في الحتة دي بزي ما خفتش عشان هي فكرة جديدة لكن مش بالشاعر ما خفتش وخاصة انت بقالك كتير جدا بقالك سبع سنين تقريبا بتكتب في الشاعر وبتجاهب وانا عارفة قد ايه يعني احنا صحاب بعيدنا عن الميديا وكده وعارفة ان انت بتعافر ما خفتش من الفكرة وخاصة يعني ايه شاعر تصويري يعني جديدة ويعني نسبة نجاحها او نسبة فشلها ممكن عمر ما خاف من فكرة جديدة عمر ما خاف من فكرة جديدة حققت معاك انا خاف من الفكرة انا اللي بحط اساسها وانا اللي بكبرها وانا اللي بقويها وانا اللي بتقلد وده بيحصل وسمعت وده بيحصل ان خلاص بقى النهاردة طالما الفيديوهات اخدت الصيق دوت وبتنزل على اليوتيوب وبتنزل على الفيس حتى بتجيب لنا عائد من خلال المشاهدات ومن ومن ممكن تلاقي جيد بعد كده طالع كله بيعمل دواوين ومصورة مش هيكتب مش هنقرأ وده برضو انا برضو مش عايزين نروح في سكة ان احنا بنحوض عن القراءة القراءة هي رقم واحد اللي خليت احمد الرفاع يعمل حاجة مصورة يعني لو ما كنتش قاري كويس ما كنتش اتثقفت في الشاعر ما كنتش قاري ورا وقاري قدام وقاري التاريخ والدنيا ما كنتش عارف اوصل للمرحلة دي ولا الفكرة دي لكن انا لازم اتجاوب مع العصر لازم اتجاوب مع العصر لو بقول لنا يا احمد محتويات الديوان هل هي انت واخده في طريق واحد يعني مثلا انت بتتكلم فيه عن الحب بتتكلم فيه عن موضوع معين ولا انت حبيت تنوع الديوان بتاعك سكته في الجان دوان منوع مختلف بموضوع مختلفة ولا انت خدته كنمط واحد كرير واحد للديوان دوان بما انك انت عايز تعمل سلسلة دووين مختلفة انا واني لله سبحانه وتعالى ناوي ان شاء الله بإذن الله ان يكون فيه اربع دووين ان شاء الله كل اربع دووين مصورين احنا بدأنا بسكتو فنجان سكتو فنجان 30 قصيدة ف420 قصيدة نزلنا منهم 5 اللي شوفنا النهاردة الطموح قصيرة الطموح ده رقم 5 جميلة جدا حلوة التصوير كانت يسبقها على اليوتيوب وعلى الفيس وعلى صفحتي وانتو برضو شايرتوني شوالي قصيرة أخويا كانت أول قصيرة يليها قصيرة ما صدقتيش يليها قصيرة ظلم البيوت تمام ودي رقم 5 طب ما تيجي نسمع أولا بقى حاجة من أحمد كده طب ما أنا بقى حاجة ترى احنا بقى بما ان الحلقة يا جماعة النهاردة الطموح وحب وتفاؤل طيب من جوة الدوان ولا من برد دوان اللي راحتك اللي انت عايز طب احنا اللي بنعرضه من جوة الدوان طب نقول حاجة مبرد اه ماشي تمام اللي رياحك طيب بما ان الحلقة عن التفاؤل والحب تمام والطموح احنا قلنا الطموح نقول حاجة للحب بنت الجرين كانت دايما تزرع فيها سناب الأمح وتتمنى للنبأ جديد عمرك عمرك شفت في مرة البنت تربي الواد عمرك شفت الخد مداس لأ وجمالها اللي بيتكلم قبل ما تتكلم بالسانها وتكون واجهها الأحلى حبيب أقصاد الناس كانت كانت أحلى بنات حتتنا كانوا بكل شباب العيلة حزديني على كونها جارتنوا ويقولوا وش يعيني عليها كانت لما بتنزل تمشي في قلب الشارع فبتتمختر فتغير منها بنات الجيها كنت في كل ما صل الفجر بدع لها ربنا يحميها لو شفتوها ياريت تقولولها عن مدى عشق وشوق إليها لو شفتوها ياريت تقولولها لو محتاج الحضن زمان حجر لها وحروحة دويها لو شفتوها ياريت تقولولها إن حبيبها خلاص بقى شاعر وإن الشعر بيحلف بيه إيه بقى الحب ده مقدر نقول الحب اللي أثر في أحمد وخلق عنده الطفرة الشعرية آه أكيد وطبعا التجارب عموما طيب إحنا يكون معنا كريم ونشوف كريم هيقول إيه وبعد كده نكمل معاك أحمد وضع الحب ألو ألو سماء عليكم عليكم السلامة أحط الله بركاته أي فن بمحضرتك كريم رفاعي أعلم بيك أعلم بحضرتك أنا قريب أحمد 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 إذاك يا كريم إذاك يا بحميل أعملي يا كريم ربنا يا خليك إنت عمليه ألف ومبروك حبيبي بردك لك ومبرك للأخوات اللي معاك ربنا خليك قولينا يا كريم بقى أحمد بيدوشكوا بالشعر وبتعودوا تسمعوه أحمد حالة شاذة في العيلة كلها أحمد يعني حالة أحمد موضوع تاني لوحده وأحمد يعني في عمالي شخصية ليه كريم كده وليه وضع تاني دون أن عن بقية العيلة بطراحة يعني أحمد لما بنحبه مثلا في أمور عندنا فيها مشاكل حاجات عايزين نحلوها بهدوء بتاعه مش عارف إيه فالواحد بقى يوى استدري حنايم بتاعني بالبصده معاه طب إيه أحسن حاجة بتحب تسمعها من أحمد والله حاجات كتيرة أحمد جوانس جدته في إنجال اللي عامه دا حاجة جميلة خالص وفيه فصائد كتيرة وفيه أي موضوع في الدنيا في الحياة هو بينزل عليه أشعار وبيكتب عليه عن والد الله الحمد الحاجة فتحة من الناس الضيبين جدا 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 بنشكرك يا كريم جدا ونورتين شكرا دا كريم أنا ألف مبروك لحضرتك ألف مبروك لأحمد الشعر أحمد رديعي وكل سلامت صحيبي وحضرتك صحيبي خلينا نكمل يا ولاقة بقى موضوع الحب قولي أنا عايز أعرف بقى بعد الجواز اختلف زي قبل الجواز ولا لا؟ معلش يا أحمد لا هو بعد الجواز اتبلور فكرة الحب الأفلاطوني شيء وفكرة حب العشرة شيء تاني الست اللي تقف معاك وفي ظهرك وتقومك الصبح وتحضلك حمامك وفطارك وأكلك وشربك ويهتم بتفاصيلك دا حب والحب اللي انت كنت تفكره هو دا الحب المثالي دا حب تاني عايزين نفصل بين النقطتين دول علشان خطر ما تظلموش حد متعلق بفكرة أو متعلق بحاجة قديمة موجودة جوه عقله مش جوه قلبه جوه عقله مش جوه قلبه وتقوله هو انت لسه بتحبها لا هنا في فرق بين الأولاني وفي فرق بين التاني الأولاني فكرة يعني الأولاني كان تكة كده كان صدفة كان صدفة وكان لازم تقابليه كان ربنا سبحانه وتعالى كتبه فمش بمزاجك ومش بإيدك والظروف مش انت اللي بتحطيها ولا انت اللي بتساستميها انت مصير وليس مخير انت مساستم صح فكل الأشياء بتروح لحتة انك لازم تبقى رازين عن كل سنة بتعدى علي بتاخد منها خلينا نسمع من أحمد نستها قولك يسمعنا اي تاني اللي هي ظلم البيوت ياحمد الزلم البيوت اه عشان خاطم ما نظلمش اي حد طعا يلا ياحمد سمعنا ظلم البيوت اه 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 قولينا الاول حكايتها اي اه 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 دد اي حد يظلم اي حد فكرة أن أنا بظلم ومش عارف أن أنا بظلم أو أن أنا مش أخد بالي أو أن أنا عندي ده عادي ده بيحصل في كل حتة وأما حاجة محدش يغلبني لا يا بخت من بات مظلوم ولا باتش ظالم ده أنت لو ظالم لح تعرف تعيش في الدنيا وآخرتك هتبقى مش كويسة وصمعتك هتبقى مش كويسة وكل شيء مش حيبقى على ما يرام زي ما أنت بتفكر الظلمة هي توحشة جدا طبعا فيعني ربكم حفزها حتة صغيرة منها يعني حتة الميك 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 إله عظيم سبحانه جل علاه ده برغم أنه الملك صاحب الحياة والجاه مفاتيح أبواب الدنيا معاه لكنه أحن بيامع العبد من أمه يحضن يطبط بيداوي لعبده بيرعاه فيا أي شخص فيا أي شخص أخدت الظلم من هاجك يا أي شخص أخدت الظلم من هاجك والظلم يوم غيرك والظلم يوم غيرك بملهة وبجاهك وخيروك فاخترت الظلم أحلالك دعوة المظلوم بتلج من رقبة تقبط في يوم روحك والصمعة أعدالك خلي الناس تسمعها على اليوتيوب بشكل عملي أكتر علشان خطر كان فيها جو كويس كنت عمل لها تصوير كويس أه فخلي الناس تعيشها على اليوتيوب أكتر وأنا محضر لكم حاجة بس بعدها ما تخلصوا أساعدكم طيب قلنا يا أحمد إيه الرسالة اللي أنت حبيت توصلها من الشعر أن أنت تقدر لكلك بصمة يعني أنت شمعنا الشعر اللي بيختاره ده مش أي حد بيختار الشعر إنه عارف إنه طروق صعب طروق طويل وأكيد أنت قابلت عقبات كثير جدا في حياتك فإيه الرسالة اللي أنت حبيت من خلال موهبتك الشعرين أنت تقدمها أو ترسخها بمعنة المثالة الأساسية أن ما فيش حد يأس أن أنت دايماً يبقى عندك طموحة أن أنت دايماً تكون ضد اليأس ضد الكسر مهما حصل ومهما كان ومهما كانت ظروفك صعبة ومهما كنت لوحدك ومحدش بيساعدك أنت لازم ترسم نفسك بلان وخريطة وتمشي عليها وحدة 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 لحد ما توصل للهدف لو وصلت للهدف ما تفتكرش أن دي نهاية المطوف لا دا أنت كده وصلت للكمة وده صعب جداً لمحافظة عليها فاته لازم تفكر بعداً ما وصل طيب زميل اللي جنبي اللي وصلوا قبلي حضهيهم إزاي حب أقدهم إزاي كل دا بيشغل تفكيري أنا كشخص وغزباً عني بلاقيه بجسده في القصيد أنا شاب زي أي شاب بمصر بدء من السفر ولا أملك شيء إلا الكام قصيداً لمقالفه بس معانيهم جميلة أحمد على الفكرة يعني معانيهم جميلة وبيأثروا فعلاً في الناس لا أملك شيء إلا قصيد يقول إلا الدماغ اللي بيتمشيه أحمد حاجة كبيرة جداً جداً يا جماعة في اسكندرية أنا روحت وشفت وكان عامل مهرجان روح الشباب وكان قدوة فعلاً بعيداً بقى عن الناس اللي إحنا نفعش إن إحنا يتسمع لهم يعني أحمد سؤال بقى أحمد كشخص بعيداً عن الشر لما بيخش في الحالة قوي بتأثر عليه بنسبة إيه؟ جوة البيت يعني غزباً عنه لازم هلتأثر عشان يقول الشعر دي معروفة طب ما بتخافش تأثر عليك نفسياً وعقلانياً بتعيش الحالة يعني؟ أنت أروجي بتعيشها أنت بتعيشها بتأثر عليك إزاي؟ بتطلع منها إزاي؟ بتأثر علي أثناء القائلية صراحة لكن جوة البيت وأنا بكتبها ما بتأثرش هي بس أنا بأحتاج لهدوء تمام تام وبأحتاج إن أنا أفضل أذاكر فيها لأن بصي فيه ناس تفتكر إن الشعر ده وحي آه لا لا الشعر ما فيش حاجة اسمها وحي هو موقف تقريباً أنت بتمر بموقف أو شوف الحالة معينة أكثر فيك الوحي عبارة عن ده بيينزل الأنبياء وإحنا مش أنبية تمام لكن فيه حاجة اسمها أشتغل على قصدتي يعني أشتغل على قصدتي أول حاجة الفكرة أنا عاوز أكتب قصيدة في حب ولاء أنور مثلا تمام تمام هعرف عن ولاء كل حاجة ولاء كانت ساكنة فين وبعد كده تنقلت لي فين وبعد كده وهي بتتنقل وهي بترحل رايحة الزكريات رايحة معها إذا علانة ولا فرحونا أنها رحل مكان جديد بعد كده اشتغلت في مدينة الإنتاج الإعلامي على خناة الصحة وجمال بعد كده هعرف التفاصيل بتاعت ولاء تمام المشاهد دي تتحول إيه كتابة وراء والكتابة هتتحول أصول قلت كلمة حلوة هو فهم الحب هو حب التفاصيل سمعنا حاجة بقى في بقى قصيدة وقبل ما تقولي رسالة لو سمعت يا أحمد معلش يا ولا هتوجيها المين يعني النهاردة بقى يوم الحب والتفاول بتاعنا وسنة جديدة هتوجيها المين معلش أنت دايما أنت مصمم أن أحمد ما يروحش البيت النهاردة أنا أحسك أنا بتاعي الأسئلة دي معلش هتوجيها المين وحيد الله الأسئلة دي أنا كاتبها خلينا صدقين وخلينا صرحة ميش الأسئلة دي اللي أنا هقولها لكم دلوقتي أنا كاتبها بقى لي مثلا إيه ما يكره من ثلاث سنين وهي عن أجزاء جزء من كل الأسئلة وأنا جمعتهم في بعض وسميتها بحبك أنا عايزة لحد معين بالاسم اسمعي ميش دعوة اسمعي مجيش جده لازم كل حاجة مرتبة بمعنى أنا مراطي هكتب لها أسئلة جوه الدوان اسمها الصمرة حرقته للموقف تمام اسمها الصمرة دي هتنزل جوه الدوان تمام فهم رواتي هتاخد وضعها وهتاخد البوزيشن بتاعها وكل وهيب فين وفين لما واحد يهدي لا مش عين فقد دلوقتي لسه ما تعملتش فما تحرمو مش عين فقد دلوقتي خلينا وقت وقت طب سمعنا الحب ولا بحبك سمعنا انت عايزه سمعنا بحبك المايك بحبك كل ما بكتبها على المنديل بلون دمي بحبك عشان واخد اطباعي الحلوة من أمي بحبك أمي لعيالي وحبك حب أطفالي وحبك لك لما تساعديني على الصلوات وتيجي تشمري كومي انت في كفة وكل بنات الدنيا في كفة انت الطهر وانت العفة انت المركب وانت الدفة انت الطرحة وانت الزفة وانت في عز البرد بشوفك مهما بكون ساقعان باددفة بحبك قد بحر الله قد بحر الله وجاي فاضي لحقلت قصور ولا قطيان لمال ولا جاه لكن فاتح لكي قلبي تعبي منه حنية يكون زادك في وقت الجوع فعطشك أبقى نالمية أنا حبي بيتدلدل على حسنك يشععك نور يشعرك أحلى قصيدة عمية يا حتة من السماء لي يا مهدية تحرم علي التبطبة من كف غيرك لميني من نفسي مطبع طريش في ومستغرب تعيش إزاي على أرضي ومكانك جنة يا حريب حتة النجوم في السماء غيرانا من ضي هو أنت زي الأمر ولا الأمر زي جميلة يا أحمد جميلة قلنا يا أحمد في مشوارك كده مين اللي وقف معك مين اللي وقف مع أحمد رفاعي السؤال ده صعب وقف معايا علميا وعمليا ولا وقف معايا إنسانيا اللي أثنين اللي أثنين إنسانيا أمي رقم واحد لأن أمي استحملت كتير جدا فترة عصيبة في حياتي وكنت زير وما كنتش كنت بتعب 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 وما كنتش بوصل لحاجة وكنت دايما بخش أرملها الهموم كانت عاملة شبه اللي بيحضن كل شيء وأي شيء والفرحة كانت قليلة في الفترة دي الفرحة كانت قليلة جدا كان كل العيلة بيسألوها طب أحمد وصل لإيه ما تلاقيش إجابة أحمد عمل إيه ما تلاقيش إجابة ده للأسف يا أحمد وقت حلقتنا تقريبا بسرعة كده أو بسرعة كده يا أحمد يا أحمد نلحط معلش نتقابل إحنا هنفل أنا طبعا برحب بيك يا نوه مبسوطة قوي أني أنا معاكي النهاردة وأننا معانا كده برنامج جميل هنستمر فيه مع أحمد كمان هتستنونا طبعا هتستنونا بقى كل أسبوع ولسه إحنا هنختم كلامنا يا أحمد بقصيدة منك كمان لازم طبعا تب نقول إيه طيب نقول حاجة عن التفاول برضو أو أي حاجة قديم جديدة أي حاجة يلا عشان عشان هنختم بيها لأ أنا مش هقول قصيدة أنا هوجه كلمة لمحب الشعر أفضل ماشي تفضل حاولوا أن أنتو تحطوا الشعر وتعلوا وتكبروا علشان خاطر يقدر يدخل في السوق ويعلى عن شغل المهرجانات وعن شغل العبس اللي بيحصل علشان خاطر تطلعه جيل محترم ومضيف الجيل بتاعنا متضمر خلوا الشعر قضيتكو خلوا الفن الهادف قضيتكو خلوا الكتابة والرواية قضيتكو مشكرا يا أحمد جدا مشكرا 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 أجزاء للمشاهدين وحلقة جديدة من سكتة وفنجلة شكرا مشكرا 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 اشتركوا في القناة